اشتركوا في القناة درس بيسمى مجموعة العشرين او G20 المجموعة ديت هي مجموعة هنحاول دلوقتي نتعرف عليها انشأها في عام 1999 ميلادي نتيجة للازمات المالية في التسعينات الميلادية قررت مجموعة التمانية هما تمن دول قرروا انهم يتخذوا شبه مجموعة لدراسة اقتصاد العالمي والعمل على تحسينه وحل مشاكله التمن دول في التسعينات قلنا تعرضت الدول الى ازمات مالية او ازمات اقتصادية في العام 1990 عام 1999 قررت تمن دول انشاء مجموعة العشرين اللي هي اصبحت عشرين دولة حاليا بعد ان كانت تمن دولة مجموعة الثمانية نقصد بها الولايات المتحدة الامريكية ادي واحد اليابان اثنين روسيا تلاتة المملكة المتحدة ونقصد بها بريطانيا اربعة ايطاليا خمسة فرنسا ستة المانيا سبعة كندا تمانية يبقى اذا مجموعة الثمانية اللي هما دول اللي بتمثل الولايات المتحدة الامريكية اليابان روسيا المملكة المتحدة ايطاليا فرنسا المانيا كندا مجموعة الثمانية قرروا في عام 1999 انشاء هذه المجموعة اللي هي اضيف اليها بعد كده 11 دولة فوق الثمانية او اثناء نضمت دولة اخرى ابو 12 دولة يعني 20 انشئ منتدى جديد باسم مجموعة العشرين مجموعة العشرين بتضم المملكة العربية السعودية اندونيسيا تركيا جنوب افريقيا الصين كوريا الجنوبية الارجنتين البرازيل الهند المكسيك استراليا اضافة للاتحاد الاوروبي ابا اذن المجموعة اللي هي كانوا عبارة عن 8 دول فقط 8 دول فقط هدفها علاج الازمات المالية يعني المجموعة دي اقتصادية من الدرجة الاولى الازمات المالية اللي بيتعرض لها الدول او العالم 8 دول هم مجموعة التمانية انضمت اليها 12 دول تاني المملكة العربية السعودية اندونيسيا تركيا جنوب افريقيا الصين كوريا الجنوبية الارجنتين البرازيل الهند المكسيك استراليا بالاضافة لالاتحاد الاوروب يعني لو عدناهم هنأيهم هدي المملكة العربية السعودية واحد اندونيسيا اثنين تركيا تلاتة جنوب افريقيا اربعة الصين خمسة كوريا الجنوبية ستة ارجنتين سبعة البرازيل تمانية الهند تسعة المكسيك عشرة استراليا احداشر وضموا اليها الاتحاد الاوروبي يبقى كده اتناشر يبقى احدى عشر دولة صح احدى عشر دولة بالاضافة للاتحاد الاوروبي كده يبقى اتناشر يبقى ازن اتناشر مع التمن دول المؤسسة يبقوا عشرين طيب نجي نكمل كده ونشوف هنا تأسست 1999 بتمثل اكتر من تسعين في المية من الناتج العالمي الخام في التجارة العالمي الدول عدوها تاني هنا كمة مجموعة العشرين كل دولة من الدول والعالم بتاحها هنا جنبها بس نتتعرف على مواقع الدول المانيا في اوروبا ايطاليا في اوروبا المملكة المتحدة في اوروبا الصين في اسيا اندونيسيا في اسيا اليابان في اسيا كوريا الجنوبية اسيا ارجنتين امريكا المكسيك امريكا فرنسا اوروبا قارة استراليا استراليا في استراليا كندا في امريكا مملكة العربية السعودية اسيا الولايات الاتحاد امريكا روسيا اورو اسيا ما بين اسيا واوروبا جنوب افريقيا جنوب افريقيا ترقيا اسيا بكده احنا استطعنا ان احنا نتعرف برازيل امريكا افتحاد الاوروبي اسيا الهند اسيا كمة مجموعة العشرين ومقرها الرياض في المملكة العربية السعودية ونعرف ان فيه اجتماع لسه خريب في 26 مارس الشهر الماضي وفي الرياض لمناقشة الاقتصاد العالمي نجي نكمل بقى سوا كده بالنسبة لمجموعة العشرين اللي هي الجي 20 جاء اختيار المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة الدول العشرين دليل على مكانتها الاقتصادية واهميتها السياسية ودورها على الساحة الدولية نجي نكمل كده بالنسبة لي اهداف المجموعة اهداف المجموعة هنا طبعا نسملك مجموعة اعلام وعملك ده حرف الجي باللغة الانجليزية جي ودي تو ودي الزيرو توينتي وعملها لك جي توينتي اللي هي مجموعة الاعلام الدول المشتركة في مجموعة العشرين دعم اهدافها ما هي اهداف المجموعة الجي توينتي دعم المناقشات في قضايا الاقتصاد العالمي اذا هذه المجموعة كل ما يشغلها هو علاج او دراسة كل المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي لان اجتمعت في الشهر الماضي في الرياض في 26 مارس كم سببها مرض او فيروس الكورونا ادى الى توقف معظم اقتصاديات العالم فساعدت المملكة بضخ ما يقارب السبعين بليون دولار لانعاش الاقتصاد في الدول اللي تأثرت تأثير كبير نتيجة للجانحة اللي هي فيروس كورونا اهداف المجموعة دعم المناقشات في قضايا الاقتصاد تقوية الهيكل المالي العالمي تحقيق الحوار في السياسات الداخلية تحقيق التعاون الدولي بين الاعضاء تدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في العالم التقليل من الازمات المالية في الاقتصاد العالمي هذا اكبر هدف ولو انت نظرت حاليا نتيجة لفيروس او الوباء الكورونا اثر فعلا في ازمات مالية في الاقتصاد العالمي في كل دول العالم ولذلك كان الاجتماع في الرياض لمناقشة كيف التقليل من اثار الازمات المالية نتيجة لهذا الفيروس اذا هذه المجموعة حققت اهداف كبيرة في علاج والوقوف والتصدي للازمات الاقتصادية عالميا اشتركوا في القناة